كتير من الطلبة اللي بتعمل لنا كومنتات على قناتنا على اليوتيوب وكتير من الطلبة اللي بتبعت لنا مساجات على الصفحة الخاصة بقناة دكتور المنح على الفيسبوك مسافر في الطريق واحدك بتطلب مننا ان احنا نعمل منح دراسية مجانية مقدمة في الدولة العربية زي المملكة العربية السعودية وزي الامارات العربية المتحدة والكثير من الدولة العربية. في الفيديو ده هشرح لك طريقة التعديم على منحة مجانية مقدمة من جامعة ابو ظبي في الامارات العربية المتحدة. منحة سهل التعديم عليها. منحة بسيطة مش طالبة منك اي شروط كبيرة. كل ده احنا هنتعرف عليه من خلال شرح طريقة التعديم على منحة مقدمة من جامعة ابو ظبي. كمان هنشرح المميزات والتفاصيل اللي تخص المنحة دي. هنيجي ننزل مع بعض هنا منحة جامعة ابو ظبي لدراسة الباكالوريوس والدراسات العليا. منحة دراسية مجانية وممولئ بالكامل. انا هنا سايب لك نبزة عن جامعة ابو ظبي انت ممكن تقراها هنا بنفسك. هنيجي هنا لتفاصيل المنحة بتاعتنا. زي ما قلنا ان الدولة المستضيفة هي الامارات العربية المتحدة. الجاعة المانحة او اسم الجامعة اللي هتدرس فيها هي جامعة ابو ظبي. المراحل الدراسية اللي بتقدمها لك. المنحة دي هي الباكالوريوس والماجستير. ويمكن لجميع الطلاب العرب ان هم يقدموا على الفرصة دي. كمان مش بتطلب منك شهادة اسبات لغة انجليزية بشكل الزامي. اخر معادل التعديم على المنحة دي. تمنتاشر فبراير عشرين واحد وعشرين. والمنحة دي من مميزاتها ان هي بتفتح تلات مرات على مدار استنى. طيب ايه هي التخصصات المتاحة والموجودة في المنحة دي. انا هنا سيب لك الكليات الاساسية. طبعا كل كلية من دولة انت بتلاقي الفروع الخاصة بها موجودة في الخاص بالمنحة دي زي ما نشوف مع بعض واحنا بنشرح طريقة التعديم. انا هنا كاتب لك الموجود من الكليات وهي كلية ادارة الاعمال. كمان كلية الهندسة. كلية الحقوق. كلية الصحة العامة اللي هي وكلية الاداب. كل دي الكليات الموجودة في المنحة بتاعتنا. طيب ايه هي المميزات المنحة دي? المنحة دي بتغطي لك جميع تكاليف السفر. بتوفر لك جميع تكاليف الدراسة. بتوفر لك بدلات المعيشة كمان بتوفر لك بدل الاقامة. وبتوفر لك التأمين الصحي. طيب ايه هي المستندات اللي هتكون مطلوبة منك للتعديم على المنحة دي? مستندات سهلة وبسيطة طلب منك صورة من جهاز السفر الخاص بك. طلب منك صورة من اخر مواهل دراسة حصلت عليه. وكمان بيان درجات اخر مواهل دراسة حصلت عليه. يعني لو انت بتقدم على برنامج فانت مطلوب منك. شهد التخرج بيان درجات سنوية العامة او البكالوريا. ولو انت بتقدم على برنامج فهو بيكون طالب منك شهد التخرج بيان درجات اللي انت حصلت عليه. كمان لو عندك اي شهادات اخرى داعمة زي شهادات حصلت عليها من مسابقاتها المية او اي انجازات حققتها او اي كورسات اخدتها او عملتها طوعية عملتها فانت تقدر ترفق له الشهادات دي كمان ان كان معاك شهادة اثبات لغة انجليزية فانت ممكن ترفقها له لو مش معك عادي جدا هو مش طالبها منك بشكل اجبالي. كمان بالنسبة للناس اللي هتسألني في الكومنتات وتقول لي هل لازم تكون الاوراق دي مترجمة باللغة الانجليزية ولا ينفع نرفق ها باللغة العربية? لازم تترجم الاوراق بتاعتك باللغة الانجليزية. سواء في المنحة دي او في اي منح سابقه شرحناه على قناة دكتور المنح او في المنح اللي هنشرحها مستقبليا ان شاء الله. طيب انا هنا هتلاقييني سايب لك الموقع الرسمي الخاص بالمنحة دي انت ممكن تضغط هنا عليه هتلاقي العديد من المنح الدراسية اللي بتقدمها لك جامعة ابو ظبي لان هي بتقدم العديد من المنح زي ما انت شايف هنا قدامي انت ممكن تطلع على كل البيانات والمعلومات اللي تخص المنح دي من هنا. انا دلوقتي هاجي معك على الرابط مباشرة بتقديم على المنحة دي هنضغط عليه تفتح معنا الصفحة دي. طبعا انت هنا بتيجي بتنزل معي هنا تحت وبتضغط على طبعا بتفتح معاك الصفحة دي انت اول مرة تعمل على جامعة ابو ظبي فانت هنا بتيجي بتكتب اليوزر اي دي بتاعك بتيجي هنا بتكتب الباسورد اللي انت عايزه بتكتب الباسورد مرة تانية بتكتب هنا البريد الالكتروني خاص بيك بعد كده بتكتب اسمك اللي هو اللي بتكتب اسمك الرابع بعد كده بتضغط على كرية اكاونت وبيبعته لك ايميل على البريد الالكتروني اللي انت كتبته هنا الايميل ده بيكون في كود الكود ده انت بتاخده وبتكتبه هنا وبعد كده هو بيعمل لك او تنشيط للاكاونت بتاعك بعد كده بتيجي بتكتب بتاعك هنا وبتكتب وبتعمل بعد كده هتفتح معك الصفحة اللي انت شايفها قدامي هنا هتيجي هنا تضغط على وبعد كده بيجيب لك انت عايز تختار ده بالنسبة للبكالوريوس ولا انت عايز تختار ده بالنسبة لي الناس اللي عايز تقدم على برامج باعتبار ان انت عايز تختار فانت بتختار الدايرة الخاصة وبعد كده بتضغط على وبيفتح معك زي ما احنا هنشوف هنا مع بعض طبعا انا كنت مسجل قبل كده قبل ما اشرح لك طريقة التهديم على المنحة دي فانا هنا هفتح معك اول صفحة هتفتح معك في بتاعك طبعا في ملحوظة اهمة انا عايز انبه عليها زي ما كلنا لحظنا او كلنا عارفين ان في بعض المنح اللي بتطلب رسوم الخاص بها وخصوصا المنح المقدمة من دولة الامارات فالمنحة دي بتطلب منك رسوم في نهاية التقديم عليها علشان خاطر تكون عارف ان رسوم دي هم بيحطوها لان في بعض الناس اللي بتدخل تملى من باب التقديم وذكرنا السبب ده قبل كده ان الناس بتملى وخلاص سواء هي متقبلة مع معايير المنحة ولا لا فده بيسبب عبا على الناس المنظمة للمنحة واللي بتراجع دي ولذلك هم بيحطوا رسوم علشان يتأكدوا ان الشخص ده فعلا عايز يقدم على المنحة ولا لا وخلي بالك مش معنى ان انت دفعت رسوم ان انت هتتقابل هم طبعا بيراجوا لو انت مقاهل للقبول فهم بيقبلوك ولكن لو مش مقاهل قدر الله فهم بيرفضوك وخلي بالك ان الرسوم دي مش بترجع لك طيب هنا دي اول صفحة فتحت معانا من بتاعنا زي ما احنا شايفين مع بعض هنا طالب منك معلومات عنك طبعا احنا هنا وهنا احنا بنختارlig عايزين ندرس مسلا في الربيع 2021 طبعا انت بتختار انت عايز تدرس في اي فصل من الفصول دية هنا بيقول لك اختار اللي انت عايز تكون موجود في فانت هنا بتختار ابو زابي بعد كده هنا بيقول لك هل انت طالب بتدرس في الجامعة حاليا وعايز تروح تكمل الدراسة بتاعتك وتنقل الساعة بتاعتك في جامعة ابو زابي لو انت عايز تعمل كده فانت بتختار ياس له لا بتختار بعد كده هنا انت بتيجي بترفق له صورة اللي هو صورة شخصية ليك ويريد تكون الصورة دي والخلفية بتاعتها بيضة. بعد كده هنا بيقول لك انت هنا بتكتب اسمك لهو بتكتب اسم والدك واسم جدك وهنا بتكتب اسمك الرابع. بعد كده هنا انت بتدخل معلومات عن والدتك. هو هنا عايز اسم والدتك الاول واسمها الرابع. بعد كده هنا بتكتب تاريخ ميلادك. بعد كده هنا بتختار بتاعك سو بنسية بتاعتك. بعد كده هنا بتكتب له رقم الباسبور او رقم جهاز السفر الخاص بك. وهنا انت بتكتب له الدولة اللي اصدرت ليه جهاز السفر. بتكتب هنا تاريخ اصدار جهاز السفر وتاريخ انتعال جهاز السفر. كل المعلومات دي بتلاقيها في جهاز السفر. هنا بتختار الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. وهنا لو عايز تختار الديانة بتاعتك. فانت بتفتح السهم. تبدأ تختار الديانة بتاعتك من هنا. بعد كده فكونتاكت انفورميشن دي بتدخل معلومات عن العنوان اللي انت عايش فيه هنا بتكتب له البوست الكود الخاص بيك والبوست الكود زي ما قلنا بيجيبه من على جوجل طبعا بتكتب بوست الكود زي الاسم المنطقة والمدينة اللي انت عايش فيها بيطلع لك كود وبتكتبه هنا. بعد كده بتكتب المدينة اللي انت عايش فيها بتكتبه هنا رقم تليفون بتكتبه هنا بريد الالكترون الخاص بيك. بعد كده هنا بيقولك اختار المجالات او كليات اللي انت عايز تدريس فيها فانت بتفتح السهم طبعا زي ما قلت لك ان فيه كلية ادارة العمال كلية الاداب كلية الحقوق طبعا هنا بتلاقي فيك كليات اللي تخص العلوم وكلية الهندزة انت بتبدأ تختار مسلا دي الرغبة الاولى مسلا انا هنا اختار وهنا في الرغبة التانية اختار مسلا وهو أختار حاجة من وطيبهر انت عايز تختار ايه كرغبة اولى وكراغبة تانية بعد كده هنا بيقولك do you have any family هل انت عندك اي شخص من اشخاص العائلة او افراد العائلة بيعمل او بيدرس في جامعة ابو الزابي فاللو انت عندك حد بتختار ياسل ولا بتختار نو. فكده بيقول لك انت ازاي عرفت عن الجامعة دي فانت هنا بتفتح السامة بتبدأ تختار اي حاجة من دولة ده زي بالنسبة له عايز يعرف انت تعرفت عن الجامعة والمنحة بتاعتهم دي ازاي. بعد كده انا بيسالك وبيقول لك هل انت بتقدم نفسك ولا من خلال يعني من خلال الوكالة طبعا انت هنا لو بتقدم بنفسك بتختار ياسل وبتقدم من خلال الوكالة وبتختار بعد كده بتضغط على وبدخلك على الجزء التاني من بتاعنا. بعد كده هنا فتح معنا الجزء التاني من بتاعنا هو هنا طالب منك بتدخل له معلومات عن الدراسة السابقة بتاعتك لو انت مسلا بتقدم على فانت هنا بتدخل له معلومات عن المدرسة السنوية والبكالورية بتاعتك بتكتب له هنا اسم المدرسة بتكتب له هنا انت حصلت على ايه من المدرسة دي يعني مسلا انت كنت علم علوم كنت علم رياضة. لو انت بتدرس في جامعة بالفعل حاليا وعايز تقدم في الجامعة دي وتبدأ دراس من الاول فانت بتبدأ هنا تختار له. انت كنت بتدرس ايها قبل كده? بعد كده بتكتب له التهدير بتاعك او بتاعك. هنا بتكتب له تاريخ حصولك على الشهادة او هنا بيقول لك تاريخ حصولك على بين الدرجات. بعد كده هنا بيقول لك لو انت عندك اي شهادة لغة من الموجودين هنا فانت بتبدأ تختارها من هنا. لو ما عندكش انت بتسيبها فاضية. فلو وانت عندك الشهادة واخترت اي الشهادة هو انا بيقول لك انت جبت كن في الشهادة دي. والتاريخ اللي صدرت لك فيه الشهادة دي والاكاديميك ليفل بتاعك. طبعا انت هنا بتختار الاكاديميك ليفل لو انت مثلا نظام السنوية العامة اللي هم احضاشرة سنة وعشر سنوات او واحد واتمر انت بتبدأ تختار. بعد كده انا بيقول لك هل انت بتعاني من اي عاقات لو اكدر الله لو بتعاني من حاجة بتختار لو لا بتختار نو بعد كده هنا بيقول لك اللي هما العشخاص اللي توصلوا بين فحص الطارئ بتفتح حساب تختار انت هنا عايز تختار مين من دول لو عايز تختار ولدك مسلا تختار فازل بتكتب هنا الاسم بتاعه بتكتب رقم تليفونه وبعد كده بتضغط على سيف اند كونتينيو بعد كده بدخلك على جزء التالت في الابليكيشن بتاعنا وهي الدوكيومنس او المسندات المطلوبة منك طبعا انت هنا بيقول لك ازر لو انت عايز ترفق له اي شهادات داعمة زي ما قلت لك شهادات تقول دل على انجاز علمي او شهادات تدل على ان حصلت على كورسات او تدريباتها وعملتها طوعية بتبدأ ترفقها هنا بتضغط على وتبدأ تختار الملف ده بعد كده هنا بيقول لك بتاعك هنا بيقول لك ارفق له سرعة من جلاز السفر بتاعك بعد كده دي اوراق تخص الطلبة اللي هم موجودين في دولة الامورات بعد كده انا بيقول لك لو انت معك اي شهاد تثبت لغة انجلزية بترفقها لو ما عندكش خلاص عادي جدا خلي بالك هنا اي حاجة معمولة بالنجمة اللي انت شايفها معي الصغيرة دي هي مطلوبة منك بشكل اكبر لكن لو ما فيش النجمة دي عادي جدا بعد كده بتيجي هنا بتضغط على المربع ده اللي هو بتعمل اللي هو انت موافع على الشروط اللي بتقدمها الجامعة دي وهنا انت بتقول له ان كل المعلومات اللي انت ارفقتها له في ده معلومات صحيحة عنك بتعمل شكها المربع ده وتشكها المربع ده بعد كده بتضغط على بعد كده بتدخل على مرحلة اخيرة وهي الدفع هو هنا طالب منك رسوم وقدرها تلتمائة وخمستاشر درهم اماراتي انت بتيجي هنا بتضغط على وبتبدأ تدفع الرسوم دي بالماستر كارد او الفيزا بتاعتك وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التهديم على المنحة المقدمة من جامعة ابو زبي لدراسة البكالوريوس والدراسات العلي اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط لو لسا عندك اي استفسارة او اي سؤال فضلا وليس امر اممكن تسيب كومنت واحنا هرد عليه باريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعم نود لايك بتاعنا سبسكرا واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنحة وشكرا اشتركوا في القناة